اولا طلائع العتاد العسكري من ضمن الهبة السعودية بقيمة ثلاث مليارات دولار وصلت الى لبنان على ان تتواصل الدفوعات اللاحقة بدءا من الشهر المقبل وعلى مدى السنوات الاربع المقبلة الدفع الاولى حملت الصواريخ المضادة للدروع من طراز بيلان المحدثة وللغاية اقيم احتفال خاص في القاعدة الجوية في مطار بيروت الجانب اللبناني شكر للمملكة السعودية مساهمتها في تحديث الجيش مؤكدا ان انتصار لبنان في مواجهاته الارهاب يعد انتصارا لكافة الدول المهددة بهذا النوع من المواجهات بالنسبة للهبة الايرانية قلنا قبل ونحن نرجع نكرر ذات الحديث انه القضية وبول الهبة منوت بمجلس الوزراء ومنوت بموافقة مجلس الامن لرفع الحزر عن ايران متى اتنفذوا هالعضيتين هاي ما في اي مشكلة من قبول ايهبة فرنسا وعبر وزارة دفاعها قالت ان لبنان الذي يعرف ثمن الحرب لا يريد الانجرار الى هذه الفوضى المحيط به وانها الى جانبه للحؤول دون ذلك لسيما وان لبنان يتعرض لضغوط كبيرة من تنظيمي داعش وجبهة النصرة وجيشه دفع اثمانا كبيرة نتيجة ذلك من حيث العتاد والتجهيزات هذا المشروع يتضمن عشرات المدرعات للقتال والمناورات وست مروحيات مسلحة اضافة الى مدفعية حديثة من نوع سزار كما يشمل المشروع تحديث البحرية وتحسين مراقبة الحدود ومكافحة الارهاب وتعزيز عمل الاستخبارات لإيجاد هندسة امنية متكاملة ترقى الى مستوى التحديات التي يواجهها لبنان اليوم الجهة المانحة رأت في هذا الحدث رسالة الى كل من شكك بدعم المملكة السعودية لاستقرار لبنان ما في شك العالم كله يعاني من الارهاب لكن ما نراه اليوم من تسليم الدفع الاولى اولا هي رسالة لمن شكه في صدق المملكة وصدق قيادتها وهذه تدعم استقرار لبنان نحن ندعم جيش هو درع لبنان هو درع الوطن هو يحمي كل لبناني نحمي الشرعية في لبنان وندعم الشرعية في اليمن وهذا اسلوب المملكة وسيادتها المملكة تدعم الحكومات ولا تدعم غيرها لا تؤذي البلدان هي تدعم ما يؤدي الى استقرار لبنان وإلى سلامة لبنان نحن ننظر الى لبنان كحكومة وكشعب ولا نتأثر بما يصدر من أجزاء بسيطة في لبنان علاقة المملكة وعلاقة لبنان هي علاقة فوق كل ما سمعنا من مهاترات إعلامية التي لا تؤدي للغرض ولا تحضم لا لبنان وللأسف أنها تدعو إلى الفتنة الذي يكاد أن يعاني منها لبنان أولا قبل أي جهة أخرى أي جزء قد ظل الطريق من هذه الفئة نحن لا نوليها اهتمام ولا نعتبرها الصواريخ هذه لطالما كانت موجودة ضمن الترسان العسكرية اللبنانية إلا أن أهميتها تكمن في التحديثات التي دخلت على هذه الدفعة ما يجعلها سلاحا فعالا ضد الدروع والتحصينات في أن بموجب الهبة السعودية نتسلم الآن عددا من مزاحف وصواريخ الميران حديثة الصنع ومن شأنها تحقيق نقلة نوعية في أداء الجيش خلال مختلف الظروف الكتارية قائد الجيش العماد جون قهوجي أكد للجديد أن هذه الأسلحة هي من ضمن احتياجات الجيش في المواجهات التي يخوضها وفي رد على سؤال قال إن أهمية الدفع الأولى أنها بمثابة الركلة وتأتي في سياق تحديث المؤسسة العسكرية الدفع الأولى هذه هي بداية تحديث المؤسسة العسكرية لكن بعض المراقبين يخشون من أن تكون الأحداث والتطورات المقبلة أسرع وطيرة من وصول باقي الدفعات من مطار بيروت باسل العريدي قناة الجديد